أهلا بكم في قناة العالمين مناج الدرسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023 التنم الأول الوحدة الأولى بلدنا ورموزه الوطنية الدرس الثالث موقع مصر بالنسبة إلى العالم ما المقصود بكل من القرات والمحطات تعريف القرات مساحات واسعة من اليابس تضم عددا من الدول تعريف المحطات مساحات واسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة قرات العالم يتكون العالم من سبع قرات العالم بتكون من سبع قرات وتنقسم إلى قسمين قرات العالم القديم وقرات العالم الجديد قرات العالم القديم بتتكون من ثلاثة قرات وهي قرات أسيا قرات أفريقيا قرات أوروبا قرات العالم الجديد تنقسم إلى أربع قرات وهما قرة أمريكا الشمالية قرة أمريكا الجنوبية قرة أستراليا والقرة القطبية الجنوبية أنتركتيكا زي ما أنتم شايفين على الخريطة القرات الملونة باللون الأخضر دي قرات العالم القديم أما القرات الملونة باللون الأصفر دي قرات العالم الجديد موقع مصر الجغرافي تتميز مصر بموقع جغرافي مميز بين دول العالم بسبب موقعها المتميز اثنين تقع مصر في الرقن الشمالي الشرقي لقرة أفريقيا يبقى مصر بتقع في الرقن الشمالي الشرقي اللي هو ده من قرة أفريقيا زي ما انتوا شايفين كده على الخريط يحيط بها البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق مصر يحيط بها بحرين يهم البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق اللي هو ده أهمية موقع مصر أشاد العديد من الكتاب والمفكرين ومنهم الجغرافي جمال حمدان بأهمية موقع مصر بين قرات العالم والموقع مصر أهميته عبر التاريخ أهمية موقع مصر قديما إيه هي أهمية موقع مصر قديما واحد ساعد على تسهيل اتصالها بجنها تجاريا وحضريا واجعلها معبرا للتجارة بين الشرق أسيا والغرب أوروبا أهمية مصر قديما ساعدها على تسهيل الاتصال والتواصل بالدول المجاورة تجاريا وحضريا واجعلها معبر للتجار بين الشرق اللي هو قررة أسيا والغرب اللي هي قررة أوروبا اثنين نهر النيل له أهمية كبيرة حيث عاش المصري على دفطيه وتعلم الزراعة واستخدمه كطاريخ للتجارة بين شمال مصر وجنوبها حتى وسط أفريقيا نهر النيل ده له أهمية كبيرة المصري كان بيعيش على دفطيه الشاطئ وتعلم الزراعة واستخدم نهر النيل كطاريخ للتجارة بين شمال مصر وجنوبها حتى دول وسط أفريقيا أهمية موقع مصر حديثا واحد زادت أهمية مصر بعد حفر قناة السويس عام 1869 أهمية موقع مصر حديثا زادت بعد حفر قناة السويس وده كان سنة 1869 اثنين ربطت قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وقصرت المسافة بين أسيا وأوروبا تبقى قناة السويس دي ربطت بين بحرين اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط وقللت المسافة بين قررة أسيا وقررة أوروبا ثلاثة وفرت قناة السويس المال والوقت والجهر بعد أن كانت السفن تدور حول قررة أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح يبقى قناة السويس دي وفرت المال والوقت والجهر فكان قديما قبل إنشاء قناة السويس كانت السفن تدور حول قررة أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح وطبعا ده كان بيستغرق وقت طويل ولكن بعد إنشاء قناة السويس استطاعت أنها تقلل الوقت وتقلل الفلوس المال أهمية قناة السويس الجديدة واحد ازدادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة في عام 2015 يبقى أهمية موقع مصر زادت بعد حفر قناة السويس الجديدة ودي كان سنة 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثنين ساعدت على تقليل زمن مرور السفينة في القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة فقط قناة السويس الجديدة ده ساعدت على تقليل زمن مرور السفينة فكان زمن مرور السفينة في قناة السويس الجديمة 20 ساعة وبعد إنشاء قناة السويس الجديدة قال زمن مرور السفينة إلى 11 ساعة فقط ثلاثة ساعدت على استعاب سفن أكبر حجما وحمولة والسماح بمرور السفن في الاتجاهين قناة السويس الجديدة دي ساعدت على استعاب السفن الكبيرة الحج وكبيرة الحمولة وخلت السفن تمر في الاتجاهين والخريطة اللي قدامنا دي بتبين عشان السفينة تمر عن طريق أسل أجاء الصالح قديما دي ما انتوا شايفين كانت بتستغرق وقت طويل اللي هو اللون الأحمد دي أما طريق التجارة عبر قناة السويس اللي هو باللون الأخضر ده فكانت بتستغرق زمن أقل لأنها قللت المسافة زي ما انتوا شايفين على الخريطة وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد